أغلب المخدرات التي تدخل الموانع عن طريق الحاويات الحاويات هذه كبيرة وقد تتفاجأ إذا قلت لك لا يوجد في العراق لدينا على باع طويل وليس بالوقت الحالي لا توجد لدينا أجهزة لكشف المخدرات هنا نفرق هذه مشكلة بعد أكبر هنا نفرق بين الأجهزة الموجودة حاليا هذه الأجهزة لفحص المخدرات أنا أقول لكشف المخدرات طيب الكي ناين ما ينفع بهذا الإطار؟ الكي ناين قد يتعب قد يعبر عليه تجار المخدرات نتعامل معهم كالفيروس والأنتيفيروس كلما نبتكر طرقهم يبتدعون طرقا أخرى يعني سأعطيك مثلا بالحاويات يستعملون الفوم داخل الحاوية الحاوية ضخمة جدا يستخدمون الفوم لإخفاء المخدرات هذا ما تبنى كشفه هل تؤكد أم تنفي سياك العميد بأنه بعض الأحيان النساء ينقلن المخدرات بالسيطرات الداخلية لأنهم يتعرضوا للتفتيش ولماذا النساء؟ الآن بالإمكان نقل كيلو أو كيلوين من المخدرات من البصرة ويسمعني سيادة العميد ماجد بالإمكان نقل كيلوين ثلاثة خمس كيلوات من المخدرات إلى من البصرة إلى محافظة كركوك عجيب متاح الموضوع لو لم تكن هناك معلومة بالإمكان مرورها لا توجد لدينا نعم افتهمت يعني سيطرات وأجهزة أجهزة الكشف هنا الموضوع الأهم الذي أريد أن أذكره موضوع الحاويات تقدمت الأمم المتحدة عن طريق دول المانحة بإنشاء مشروع مجاني اسوة بالدول العالم أنشأت 47 دول هذا المشروع ليتم إنشاءه من قبل الأمم المتحدة وعلى نفقة الدول المانحة كذا دولة أوروبية هذا المشروع استغرق ثلاث سنوات للكشف عن المخدرات والعاملين فيه هم من العراقيين وليس من الأجانب استغرقت الموافقات لهذه أجهزة حديثة الموافقات استغرقت ثلاث سنوات ونيف أو أكثر إنه فقط فيما إذا كان المشروع يمس السيادة من عدمه ثلاث سنوات وإذا به صدر القرار إنه هذا المشروع لا يمس السيادة عندما تقدمنا الأمم المتحدة بإن العراق وافق على هذا المشروع وتفاجئنا إن الدول المانحة انسحبت لعدم جدية العراق في هذا المشروع وذهبت المضالغ وذهبت المشروع هذا يؤكد